اداب دخول المنزل والخروج منه الاهداف التعليمية التعرف على سبب تشريع آداب الدخول والخروج من المنزل ادراك معنى الأدعية النبوية التي شرعها الله تعالى أثناء الدخول والخروج من المنزل التعرف على آداب الاستئذان التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعار أهمية التحلي بآداب الدخول والخروج من المنزل السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم يا طلاب الأحباء؟ اشتقت إليكم كثيراً درسنا اليوم عن آداب دخول المنزل والخروج منه فهيا بنا نبدأ حيا على الصلاة أحباب الصالحين تعلمنا سوياً أن الله تعالى قدر علينا أن يرانا الشيطان وذريته ولا نراهم وحتى نحفظ أنفسنا من شر الشيطان أمرنا الله تعالى بتحصين أنفسنا بالأدعية والأذكار حتى يحمينا من الشيطان وذريته فقد قال الله تعالى يا أبنائي كما ذكرنا من قبل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم صدق الله العظيم لذلك يا طلاب الصالحين نعم أحسنتم جميعاً بارك الله لكم وفيكم جعل الله تعالى لنا أدعية كريمة نقولها دوماً في جميع أوقاتنا وهي التي تعلمناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي علينا قولها في أوقاتنا المختلفة حتى ننال ثواب ذكر الله تعالى والتي منها دعاء الدخول والخروج من المنزل فهيا بنا نذهب لفاصل قصير جداً جداً ثم نعود لنتدارس سوياً دعاء دخول المنزل عدنا يا أحبابي حسناً دعاء دخول المنزل يا طلاب الصالحين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عندما يلج بيته أن يدخل بيته اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكم يا أحبابي الصالحين المجتهدين يستطيع أن يخبرني عن معنى هذا الدعاء الجميل الذي ذكرناه نعم صحيح أحسنتم يا أبنائي معنى الدعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي الله ويسأل الله تعالى البركة أثناء دخول المنزل حيّعنا الصلاة والآن عليكم أن تعلموا يا صغار الأحباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسنا على قول بسم الله قبل كل عمل نعمله أو نقوم به أي قبل دخول البيت وعند الأكل أيضاً وعند الشرب أيضاً وغير ذلك من الأمور التي نفعلها هي سبب في حمايتنا من الشيطان الرجيم ومن ذريته وسبب في رفع درجاتنا عند الله تعالى بذكرنا له سبحانه وتعالى فقد قال الله تعالى عن فضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً صدق الله العظيم حسناً يا صغاري هيا بنا لنذهب لفاصل قصير ثم نعود لنكمل حديثنا عن آداب الدخول والخروج من المنزل كذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضاً عن الذكر وما يفعله لنا من حمايتنا من الشيطان إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاءها هنا وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى الحديث الشريف يا أحبابي أن الشيطان وذريته لا ينامون في بيت ذكر صاحبه اسم الله تعالى وهو يدخله ولا يأكل الشيطان وذريته من طعام إنسان مسلم ذكر اسم الله تعالى عليه وهو يأكله حسناً يا طلاب الرائعين حسناً يا طلاب الأحباء والآن من منكم يستطيع أن يخبرني عن حديث نبوي شريف يتحدث عن كيفية الاستئذان قبل دخول البيوت أو الغرف نعم يا أحباب الصالحين الحديث الشريف هو قوله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فرجع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى الحديث الشريف يا أبنائي أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نترق أبواب البيوت أو أبواب الغرف ثلاث مرات فقط فإن لم يؤذن لنا فلنرجع ولا نستأذن مرة رابعة حيا على الصلاة والآن هيا يا صغار الصالحين هيا بنا لنتحدث عن آداب الخروج من المنزل والتي علمناها من حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كل ما خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن يا أحباب الأذكياء المهذبين من منكم يستطيع أن يخبرني عما تعلمناه من درسنا اليوم رائع رائع يا أبناء الطيبين تعلمنا اليوم يا أحبابي من آداب دخول المنزل قول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنة و بسم الله خرجنا و على الله ربنا توكلنا وتعلمنا كذلك أن دعاء الخروج من المنزل هو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وتعلمنا أخيرا أن علينا أن نستأذن ثلاث مرات فقط قبل أن ندخل أي بيت أو غرفة فإن لم يؤذن لنا فلنرجع إلى هنا يا صغاري يكون قد انتهى درسنا ألقاكم على خيرا في درس آخر إن شاء الله إلى اللقاء